أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي على ضرورة وسرعة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة وإنفاذ كامل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين للتشاور والتنصيق حول أبرز التطورات في المنطقة وأكد عبد العاطي على ضرورة التعاطي الإيجابي مع جهود الوسطى المصرية القطرية الأمريكية وكذلك الانخراط بجدية وإرادة سياسية حقيقية في مفاوضات وقف إطلاق النار كما تترق الاتصال إلى الموقف بشأن جهود حل الأزمة في السودان حيث شدد عبد العاطي على دعم مصر لكافة الجهود الهادفة لتوصل لوقف إطلاق النار في السودان بما يضع حدا لمعاناة الشعب السوداني الشقيق ومن جانبه جدد الوزير الأمريكي التأكيد على تقدير الدور المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة